بأن التعريفات التي ذكرها كبار علماء الاجتماع لمؤسسات المجتمع المدني هذه تعريفات ناقصة وفي بعد منها خاطئة منها هذا التعريف ما هي مؤسسات المجتمع المدني؟ مجمل التنظيمات الاجتماعية التطوعية غير الإرثية وغير الحكومية ذكرنا سابقا أن قيد غير الإرثية خطأ تماما والآن اتضح برهان الخطأ وسنوضح أكثر إن شاء الله في عالم آخر يقول من علماء الاجتماع من شروط تكوين مؤسسات المجتمع المدني أن تكون منظمات غير إرثية أي أن العضو فيها أو العضوية فيها لا تتوارث عبر العائلة أو العشيرة أو الطائفة أو المذهب يعني شنو هذا الإنسان قاعد يصنع وغالب علماء الاجتماع في بحث مؤسسات المجتمع المدني قاعد يلغون العشيرة كاملا من دائرة مؤسسات المجتمع المدني يلغون العائلة من هذه الدائرة يلغون أيضا الطوائف والمذاهب من دائرة مؤسسات المجتمع المدني سابقا قلنا هذا خطأ لوجه الآن نضيف لوجه آخر الوجه الآخر اللي الآن أضفناه قد ظهر عندما ذكرنا مهمات مؤسسات المجتمع المدني شنو هي مهمات مؤسسات المجتمع المدني ما هي أهداف مؤسسات المجتمع المدني واحد بناء المجتمع أنت ليش تعزي العشيرة عن بناء المجتمع العشيرة بالعكس تستطيع أن تصاهم في بناء المجتمع أفضل مساهمة العائلة المجتمع كله يتألف من عوائل هاي العوائل هي اللي قاعدت تبني المجتمع إذن بناء المجتمع في الواقع يقوم على أكتاف العوائل فيما يقوم يقوم على أكتاف العشائر فيما يقوم يقوم على أكتاف الطوائف فيما يقوم يقوم على أكتاف المذاهب فيما يقوم أنت لماذا تعزل هذه الشرائح الهامة والطاقات الجبارة عن عملية البناء واحد البناء بناء المجتمع اثنيا توفير الخدمات هذه اهداف المجتمع المدني او مهامة بتعبير اخر ايضا توفير الخدمات كم للعشائر ان تقوم من دور في ذلك كم العوائل تقوم بادوار في هذا الحقل في هذه الحقول وكذلك الطوائف والمذاهب ثالثا من مهام ومهمات المجتمع المدني شنو ان تكون الموازن الاستراتيجي للدولة تحول دون ديكتاتورية الدولة وقهر الدولة وسلطان الدولة السلطة الحائجة لهذه الدولة حسنا العشائر هي افضل موازن استراتيجي لقدرة الدولة اللي تستند الى الجيش والتي تريد بالجيش ان تستعلي على الامة وكذلك احيانا تكون الطوائف والمذاهب توجد توازن في داخل البلد اذا اذا احنا نلاحظ العلة الغائية والهدف والغاية المتوخات من مؤسسات المجتمع المدني نجد بان العشائر والعوائل والقبائل والمذاهب وما اشبه ذلك هذه تستطيع ان تكون بل هي بالفعل كذلك هي مساهم رئيسي في كل هذه المهام فليش قعد تعزلوها هنا اكو غرض احنا ما نحمل المسألة على حسن ظن اكو في الواقع غرض للكثيرين لا نقول كلهم لعزل العشائر وتهميشها هذا في الواقع يصبوا في طريق استبداد الدولة وتكريس نفوذ الدولة وقوتها وتكريس الاستعمار من وراء ذلك لان الاستعمار في بلادنا عادة استند الى دول تستند للجيش اذا العشائر كانت موجودة وبقوة كافية كانت الموازن الطبيعي للجيش لكن الاستعمار نصب قادة مستبدين في بلادنا هذا القادة المستبد يستند الى جيش من المرتزقة جيش من الموظفين الذين لا يعرفون الا ان يسبحوا بحمد هذا السلطان الجائر اذا من هنا نعرف ان هذا القيد قيد غير صحيح على الاطلاق بل هو مناقض تماما للاهداف التي لاجلها يجب ان نرشد ونقوي مؤسسات المجتمع المدني مثلا هناك قيود عديدة اذا عرفت هذه الضوابط كثير من القيود التي ذكرها علماء الاجتماع يظهر انها باطلة منها هذا القيد مثلا ان تتميز عن المنظمات التقليدية اي ان تكون لها صفة الحداثة لماذا؟ خلي تكون مؤسسات حداثوية وتكون مؤسسات تقليدية هذه تسهم وتلك تسهم في بناء الوطن هذه توفر الخدمات وتلك توفر الخدمات وخلي يكون تنافس بينهم هذه تحول دون سلطان الدولة وتلك تحول دون سلطة الدولة وعنجهيتها لماذا هذه القيود الغريبة؟ وايضا قيود اخرى لا نطيل عليكم لكن المقياس عندما اتضح يتضح ان الكثير من هذه القيود غير صحيحة منها ايضا اشرنا في بحث ماضي نظيف اشارة جديدة ما ذكره الفيلسول المعروف هيجل في عام 1811 حيث ذكر في كتابه مبادئ فلسوة الحق يقول المجتمع المدني يقع بين الأسرة والدولة قلنا هذا خطأ لأنه يتضمن الأسرة ايضا ترجمة نانسي قنقر